أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنِ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعده لقد تحدثنا سابقا قديما في سورة البقرة وحديثا في الحلقتين الماضيتين من سورة الطلاق التي تسمى عند الصحابة سورة النساء الصغرى في سورة النساء الكبرى تلك أيضا جاءت بعض أحكام الطلاق فالمؤمن الفقيه عندما يريد أن يتحدث عن حكم شرعي ويفهمه من القرآن يفسر القرآن بالقرآن معنى يفسر القرآن بالقرآن أن يجمع الآيات التي تتعلق في موضوع معين نحن موضوعنا الطلاق فيجمع الآيات التي تتعلق بالطلاق كلها ثم يستنبط منها الأحكام التشريعية ويعلمها للناس فماذا في سورة الطلاق الكبرى وهي سورة النساء وماذا في سورة الطلاق الصغرى التي هي سورة الطلاق التي مرت معنا من أحكام شرعية بالنسبة للزوج وزوجته أيها الإخوة الأكارم الطلاق من إطلاق المرأة إطلاق صراحة أي إطلاق إنهاء الحياة الزوجية هذا قد يحتاجه الإنسان وديننا دين واقعي عملي أنزله الله لسعادة الإنسان فالطلاق فيه حكم كثيرة ولكن استعمال المسلمين له على وجه شوه حقيقة الإسلام وأخذ عنه الغرب وشياطين الإنس والجن أشياء ومعالم من تصرفات بعض المسلمين الذين لا يفقهون كتابهم حتى يعملوا بما فيه فإذا لم يفهم القرآن المسلم ويعمل به يكون كمثل ما مر معنا في حلقات سابقة كمثل الحمار يحمل أسفارا قدتل يهود ولذلك علينا أن لا نجعل القرآن مهجور كيف يعني مهجور عندما لا نفهمه ولا نتذبره أفلا يتذبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إذا لم نفهمه معناته لا نعمل به أو نعمل بشكل خاطئ وبما أن الله لم ينزل شيئا إلا لسعادة الإنسان إذن هالأعمال التي نراها من بعض المسلمين اليوم بسبب جهلهم حجة عليهم سيعقبهم الله عليها بالآخرة وأيضا سيعاقبهم لأن يشويهون صورة الإسلام عند الدعاة إلى الإسلام فيمتنع الناس من الدخول في الإسلام خوفا منه والإسلام دين سعادة للبشر لأن الاستسلام لله تبارك وتعالى يحقق السعادة فإن الله أمر بكل خير ونهى عن كل شر للفرد والجماعة فسورة الطلاق التي كنا نتكلم عنها ذكرت لنا بعض أحكام الطلاق وجاءت آيات في سورة النساء وفي البقرة وفي كذا بيّنت أيضا أشياء معينة في الطلاق سنجمعها الآن كلها ونحدد مراحل الطلاق لنتبين الحكمة الصحيحة من الطلاق ربنا تبارك وتعالى يقول الطلاق مرتان أمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان قبل هذا هناك مراحل وجه إليها الله ورسوله فيقول سبحانه وتعالى في آية أخرى فإن كرهتموهن يعني كرهت زوجاتكم فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا سره منها آخر ما ورأسا مجرد ما يشوف خطأ منها أو تقصير يكرهها لا يوجه ويعلم كما سيأتي معنا في قوله تعالى فعظوهن فلا يتعجل بالنفرة وبالكراهية فقد يأتيه منها أولاد جيدون صالحون يملؤون عليه البيت ويملؤونه بعد كبرهم بالسعادة والطمأنينة والرفاء وعلى هذا أول شيء يجب على الرجل أن يصبر على المرأة ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أن المرأة عنصر ضعيف ولو كان شياطين الإنس والجن ولأنت ما تسكتيله ما تعملينه ما أدري إيش ولأخذ حقوقه ويجعلون حقوقها بالفساد والرازيلة من أجل أن يصلوا إلى أغراضهم منها هذا وحي شياطين الإنس والجن ولكن المرأة ليس لها إلا الرجل ولا يمكن أن تعيش سعيدة مع رجل إلا أن يلتقي معها على سنة الله ورسوله فتعرف هي واجبها نحوه ويعرف هو واجبها واجبه نحوها فإذا حصل شيء من القبار أو الكراهية أو المشاكل بينهما عليهما أن يصبروا ونبه الله الرجل إلى أن المرأة خلقت من ضلع أعوج وإن أعوج ما في الضلع أعلى فإذا أنت ذهبت تقيمه كسرته وكسرها طلاقها ماذا يعني هذا ليس كما يقول عام المرأة بنصعق المزدين لا قال الرسول صلى الله عليه وسلم النساء ناقصات عقل ودين سألوه عن نقص الدين قال أما رأيتم إحداهن تجلس شطرا من عمرها لا تصلي فتقرير واقع ليس نقص الدين بمعنى أنها ستعذب على هذا النقص الله أعفاه من الصلاة لألا يشدد عليها وأيضا نقص العقل ينبغي أن يفهم على هذا الشكل فإن عاطفة المرأة تزيد على عاطفة الرجل من أجل أن تحتويه وتصبر عليه وتدخل السرور على قلبه فهذه العاطفة تغلب العقلانية ولذلك قد يرى الرجل منها شيئا غريبا مثل أنها تهتم بأولادها أكثر منهم سنة الله إذا كان ما اهتمت بأولادها واندفعت راءهم بعاطفة طبعا ينبغي أن تفهم المرأة أن الزوج له حق وأن لا يكون حق أولاده على حسابه فتحاول أن تعطي الحنان للطرفين فحاطفتها وحنوها تغلب على عقلانيتها في تربية الأولاد عندما يبكي الولد في الليل تهب من فراشها ولو كانت في أحلى نومها فتأخذه وترضعه وتقوم به وإلى آخره الرجل لا يستطيع أن تحمل ذلك لو تركنا الطفل مع أبو وأمه مثلا كانت مريضة أو كانت مسافرة فهذا الطفل إذا بكى والده يرضعه يبكي يشير قازوراته يبكي والله هذا يمكن مغص يعطيها سوء مثلا يبكي يقول له يجندني ليش عم تبكي المرأة تدعى على نفسها ولا تدعى على ولدها طبعا تدعى على نفسها ليس معنى كرهة قدر الله ولكن خرجها على طورها فتوجه الكلام أو الضرر إلى نفسها ولا تريده لولدها كما يقول البثل أدعو على ولدي وأدعو على من يقول آمين لا تريد أن يساء إلى ولدها ولا تريد أن يؤذى ولده أو يمسى بسوء وعلى هذا فالرجل عندما يراعي وضع المرأة وأن فيها غدث صماء يتغير إفرازها عندها الحيض وعنده كذا باستقبال الولد إلى آخره يبصر معه وحيض بصمعه يراعي ظروفها ويصبر عليها ولذلك أمره الله ورسوله بالصبر أمر الله الرجل بالصبر لأنه هو رب الأسرة وهو الذي ينبغي أن ينتبه إلى أسرته كما قال تعالى قو أنفسكم وأهليكم نارا ما يضع أسباب الفشل في الحياة الزوجية على غيره فقط ليراجع نفسه أولا فإذا كان منضبطا على ما يرضي الله وهناك أمورا من غيره تسبب ذلك عند ذلك يحكم ويتصرف هذه واحدة الناحية الأخرى يقول الله تبارك وتعالى هذه في أشياء قبل الطلاق مرحلة يقول سبحانه وتعالى الرجال قوامون على النساء قوامون لا يعني أنهم يقومون بضربهم وعلى تعذيبهم لا يعني يجب على الزوج أن ينفق يقوم بأود زوجته ما تحتاج إليه تكريما للمرأة في الإسلام إذا ردت أن تعمل وعمل شريف وجيد ما في بأس ولكن النفقه على زوجها ما عليها إلا تقوم بعمل بيتها وأولادها وتسعد وتنتظر إدخال السعادة على زوجها وعلى أولادها هذا أهم شيء بالنسبة للمرأة وهي الطاع الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات يعني مطيعات لأزواجهن طبعا الطاع للزوج في غير معصية الخالق إذا أمر بحرام ما بالطيع ولكن إذا أمر بمباح يصبح هذا المباح واجب عليها أن تطيعه قانتات يعني مطيعات لأزواجهن بما حفظ الله قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله والتي تخافون نشوزهن يعني استعلاءهن على الزوج والكلام قبيح مع الزوج إلى آخرين فاعظوهن وهجروهن في المضاجع واضربوهن إذا ما فهمت بالمعصي الضرب بيد من أجل أن تفهم أنه صارت أهل الضرب ما بتفهم بالكلام واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا إذا ازداد الشقاق والخلاف بين الزوجين موزعا مع زوجته وغضب ورمع عليها عمي الطلاق لا هذا لا يجوز جاء رجلا إلى ابن عباس رضي الله عنه وقال يا ابن عباس يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد حلفت على زوجتي مئة طلاق مئة طلقة قال له ابن عباس لعنك الله طلقت بانت منك وحرمت عليك بثلاث ولعنك الله بسبع وثلسعين طلقة هذا ليس الطلاق الصحيح يقع ولكن ليس الطلاق الصحيح ما هكذا أراد الله إذن يعيضها يهجر في المطجع ما استفادش إن خفتم نشوز بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهله إن يريداء إصلاحا يوفق الله بينهما الحكمين طبعا من أهل الزوج من أهل الزوجة قد يختاروا من غير أهل الزوج اللي هن من أهل دينهم من أهل العلم من أهل كذا وهكذا يحصل كثيرا حكمنا في أمور ما هي الزوج قريبتنا ولا الزوج قريبنا مهم شخص من قبل الزوج وشخص من قبل الزوج بارتضوه بيحكموا بيناتهم بيجلسوا مع الزوج ومع الزوج بيسمعوا قولها وقولها فهذان الحكمان إذا أخلصا وفهما الوضع بين الزوجين يبينان أن الحق على الزوج أو الحق مع الزوج على المرأة إذا ما استطاعوا يوفق بينهما يكون الفراق بعد كل هذا بعد الصبر بعد النصح بعد الهجر بعد التحكيم إذا ما في فائدة يرجعوا لبعض يحكم الحكمين بالفراق فيطلق الزوج زوجته يطلق ماذا طلقة رجعية طلقة وحدة اسمها طلقة رجعية لقوله تعالى الطلاق مرة ثان فإمساكم بمعروف أو تسريحهم بأحسان الطلاق الرجعي أول مرة رجعي وتبقى المرأة في بيت الزوجية وتتزين لزوجها وما بتزعل منه وكلما دخل بيسبه إيه ببطل يرجع حتى إذا كان السبب من زوجها لما تتزين له وتهدأ أعصابه وبرجع إلى البيت فيراها فقد يندم فيراجعها ومجرد أن يقول راجعت زوجتي لأعقد نكاحي رجعت الحياة الزوجية بناته وإذا تأخر ما راجعها ربما تفهم المرأة أنه زمزمها وتفكر كذا أنه هذا نبهني وعزني هجرني ما استفدت فترجع إلى رجدها وتصلح الأمور إذا راجعها ثم حصل بينهما خلاف أيضا يصبر الزوج عليها ويعيزها وكذا وكما قال سبحانه وتعالى في سورة النساء وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهلي وحكما من أهلها يردى إصلاح ويوفق الله بينهما ما أمكان الإصلاح ولا كذا طلقها زوجات هذه الطلقة الثانية كمان أيضا رجعية يعني تبقى في بيت الزوجية وينفق عليها الزوج حتى انتهاء عدتها فإذا قاربت انتهاء العدة ولم يراجعها إذا رجعها قال رجعت زوجتي لعقد نكاحي أمام اثنين شهود رجعت زوجته وإذا ما رجعت رجعها وحضرت الحيضة الثالثة بانت بينهم يعني ما بقى ترجع له إلا بعقد نكاح جديد وشهود ومهر هاي طلقتين رجعيات قال تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد وحتى تنكح زوجا غيره إذا طلقت طلقة الثالثة ما بقى تحل له حرمت عليه أبدا نهائيا إلا لو جلست عند أهل فترة من الزمن فخطبت ووافقت على الزواج فتزوجت ثم هذا الزوج الثاني بعد ما عاش معا يومي ومين سنة سنتين ما استقام أمره معها فطلقها وانتهت عدتها من الزوج هذا الثاني يجوز لها أن ترجع للزوج الأول لأنها سترجع إليه بعقلية جديدة وبشخصية جديدة ستعرف أن السبب منها أول زوج مشاهها وتالي زوج ما تحملها فيمكن أن تعيش مع الزوج السابق وتبدأ حياة جديدة ويفتحوا صفحة جديدة ويحصل بذلك السعادة الهدف من الزواج بين الرجل والمرأة أيها الإخوة المؤمنون هو سعادة الزوجين فينبغي لكل من الزوج والزوجة أن يعرفا ويقفا على حدود الله التي حددها ما هي حدود الزوج؟ ما هي حدود الزوجة؟ قال تعالى لزوجين ولهن بالنساء يعني مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة درجة القوامة درجة الرعاية وليس درجة الظلم والتسلط وأيضا ليس درجة الفلتان يشكو لي بعض الأزواج اتزوج زوجته قال لا وقد أعطيني خبر ما بترد عليه تروح وين راحت وين اجت؟ ما بيعرف يا بنت الحلال ما حصل إيه؟ وين تتربوا أبالي عندي؟ إذنها فيها مشاكل قال لي ما بخصتك أنا حرة حرة ما حرة؟ هاي عبد الأهواء أو شاواتها مثل الرجال الفاسدين حرة من حق الزوج على زوجته أن لا تخرج إلا بإذنه سأل رجل الرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ما يحق زوجتي أحدين عليه؟ قال أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت يعني بقدر حاجت بقدر إمكانياتك ولا تضرب الوجه ولا تقبح لا تقول لها قبحك الله أو تتكلم مع الفاظ قبيحة ولا تهجر إلا في البيت ده تهجرها عقاب هجرها وأنت في البيت واترك البيت وتطلع هذه تربية رسول الله صلى الله عليه وسلم لحياة الزوجية إذن المرأة لا تخرج إلا بإذن زوجها قال الرجل الرسول الله صلى الله عليه وسلم ما حقنا على زوجتنا فقال لا تأذن لأحد في البيت إلا بإذنك ولا تخرج من البيت إلا بإذنك ما بسي تطلع إلا بإذن زوجها حتى يعلم وين رايحة وين جاي مو هذا شك فيها وين تذهب إلى مكان فاسد أو لا لا ما هو شك فيها المؤمن إذا لم يكن من ذاته له رادع وخوف من الله لا يمكن أن نبتعد على المعاصي والمؤمن إذا لم يكن في نفسها رادع من الله لا يمكن أن تبتعد على المعاصي تخلق مئة سبب ويقع الإنسان في الخطأ والحرام رايحة بالله دهان ولكن من أجل استقرار الحياة الزوجية ومن أجل سعادة الزوجين يجب على المرأة ألا تخرج من البيت إلا بإذن زوجها عند ذلك تحققوا للزوجين الطمأنينة والسعادة والراحة يخاف الرجل على زوجته ليس من الوقوف الحرام يخاف الرجل خصوصا يعني وشهدنا في هذه الأيام أن المرأة تخطف في شارع في بعض البلدان التي تدعي الرقي والقذى إلى آخره أي رقي هذا لقد ارتقوا إلى درجة الشياطين وعليه بالله تعالى فليتق المسلمون ذلك في زوجاتهم ولتتق المرأة ربها في زوجها فيلتزموا حدود الله ويتعلموا ويسألوا يسأل عن أحكام الطلاق قبل أن يطلق والله زعلت منه طلقته قالت الله بحل لك شيخ بحرمك ألف شيخ ما بجوز هذا هذا ليس طلاق المسلمين هذا طلاق البدعي سماه العلماء المسلمون تعلم أحكام الطلاق وعرف أن الله أعطاك الطلاق من أجل أن تعرف حقوق المرأة وأن لا تظلمها إذا كنت تطلقها قبل أن تطلقها تفكر كم مهرها تعطيها إياه وتنفق عليها حتى تنتهي عدتها وإذا كان عند أولاد صغار بالرضة أو صغار بالدوء تنفق عليها وعلى الحضانة حضانة أولادها لأن أولادك هذول أنت المسؤول عن إنفاق عليه عند ذلك شوف إذا كان ما في فائدة من حياة الزوجية بلادكم بطلق أما هكذا زعلت من عمك بطلقها جاي والله متنازئ من شغري بطلقها هذا لا يجوز الحمد لله رب العالمين أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها اشتركوا في القناة